فوضى عارمة سوء تنظيم وبيورقراطية تعيشهما هذه الأيام الضائرة الإدارية لبئر موراد رايس مما جعل مواطنين رجالاً نساءً وحتى أطفالاً يفترشون الأرض وينتظرون لساعات وساعات تحت أشعة الشمس الحارقة أمام غياب تام للتكفل بهم من قبل الإدارة وأعوانها من أجل الظفر بتذكرة لإداع جواز الصفر البيومتري أو البطاقة الرمادية وضعية وقفت عليها الشرق نيوز اليوم في زيارة مفاجئة لمقر الدائرة الإدارية ببيئر موراد رايس مواطنون رمى بهم القذر إليها وذاقوا ذرعاً منها شاب متزوج قدم رفقة زوجته وابنته من أجل إداع ملف جواز الصفر البيومتري لجي تخرج الباسبور أنا وبنتي والمراد يعني ما أقول لك ذكروا ما أقول لك بالك داروا قواناً شاب مغترب يقيم في إنجليترا هو الآخر لسوء حظه تقدم إلى مصلحته جوازات الصفر البيومتريا بضائرة بيئر موراد رايس لكنه اصطدم بالفوضى وسوء التنظيم الحال نفسه اشتكى منه آهارون قدم من ولايات أخرى من أجل سحب البطاقة الرمادية تقريب المواطن من الإدارة بإزارة شبابيك من أمام مكاتب الموظفين لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر يبقى مجرد شعار تلوكه ألسنة المسؤولين وغائباً لدى الإدارة والقائمين عليها ترجمة نانسي قنقر